اشتركوا في القناة ما هتستطيع الروبوتات ولا الذكاء الصناعي ولا التعلم الالي او المشين لرننج انه هنن يعني ينافسوا معها البشر على اعمالهم فالمهن يلي في احتمال كتير كبير انه تنقرض بالسنوات القادمة هي موظف حاجة تذاكر السفر ساعي البريد المدرسين هلا هون يمكن في اشخاص يقول لا كيف المدرسين المعلمين انه يمكن تنقرض اعمالهم او خلص هون هيصير مهمة المدرس مختلفة خاصة متل ما انكم شايفين عم نستخدم ادوات حديثة جدا بالتعليم وبرز دوره بوباء كوفيد 19 وحيصير دور المعلم هو كمسهل للعملية التعليمية اكتر من دوره بالتلقين وباعطاء المعلومات فحا يعني الادوار التقليدية للمدرسين هتنقرض اوكي مشان يكون في وضوح اكتر كمان السائقين الطيارين مراسلين الصحف عمال المصانع الوسطاء العقاريين ايضا الموظفين يلي بيقرأوا العدادات سواء عدادات المي او الكهرباء المحاسبين كمان المحلين الماليين فالاعمال هاي حتم اتمتتها وحينافس الزكاء الصناعي البشر على كتير من هالفرص هاي نحن داخلين بقوة بالثورة الصناعية الرابعة ونحن داخلين بالثورة الصناعية الرابعة يعني نطلع للبشر مطب كبير هو مطب كورونا وهذا الشي سرع متل ما شفتو بهالسنة ونص من التحول الرقمي او الديجيطال ترانسفورميشن بشكل كتير كبير يعني هلأ عم يصير التغييرات اسرع وهذا الشي جيد انه البشر يقديروا يتأقلموا مع هالتغييرات هاي لانه المستقبل حيكون لسه يعني افضع وافضع فمشان هيك نحن لازم نكون عنا مرونة تكيف دائما نطور مهاراتنا دائما نتعلم بشكل مستمر فكمان وفقا لهذا التقرير فالمهن يلي ما بتستطيع الروبوتات ولا الزكاء الصناعي انه تحل محلة منها مثلا ايضا الاطباء العظمية علماء الكيمياء والفيزياء الحيوية مهندسي الالكترونيات عدا مهندسي الكمبيوترز ايضا الدعاء الموجهين علماء الدين علماء الدين دائما يعني مستحيل حدا يحل محلنه على كل حال المشرفين بدور الاصلاح المدراء الفنيين السينمائيين ايضا ايضا خبراء العلاج الطبيعي مصممي الازياء مهندسي المواد علماء المواد خبراء النباتات والتربة اطباء التشخيص العلاجي المهندسي المدنيين والمعماريين ومهندسي البيئة اكيد هلا بالنسبة للصادلة وفيما يتعلق بالصيدلية باعتبار انه انا عندي اطلاع ايضا انا بشوف انه زكاء الصناعي هيأثر على عمليات صرف الادوية ونحن بنعرف انه في كتير دول بيستخدموا فيها الاجهزة الصرفي الاوتوماتيكية بالصيدلية والصيدلية والصيدلية ولكن الزكاء الصناعي ما هيقدر يحل محل الاطباء والصيادلة لانه نحن بمهارات التحليل النقدي والتفكير التحليلي وكمان بقدراتنا البحسية العالية هذا الشي حيخلي زكاء الصناعي ما يقدر حتى ينافسنا على وظائفنا الحقيقية وادوارنا المستقبلية كسادلة غير الادوار هي الحالية هاي الادوار الحالية اللي عم يمارسوها بالصرف وفقط هاي حتمت ما تتمل وحنشوفها يعني بشكل واضح بالسنوات القادمة ببقية الدول والعالم يعني الاطوميشن حيدخل بشكل كتير كبير فمشان هيك نحنا كسادلة لازم نكون عندنا مهارات عالية جدا بالبحث بس هذا الشي موسهل وبيحتاج دائما لتطوير بيحتاج دائما لقراءة ومراجعة ومهارات مثل ما قلنا بالتحليل والنقد مو بس السيدلاني هو قلنا يعني سابقا يلي بصرف ادوية فقط هذا طبعا اي دور بيعملو مساعد سيدلاني او حتى بيعملو المشيز او الالات ادوارنا اكبر من هيك وانا دائما بحاول عن طريق فريقي اني صلت اهم الادوار يلي بيلعبها السادلة مثل ما قلنا هاي امثلة عن بعض المهن يلي مثل ما قلنا حد انقرض وحيحل محلة زكاء الصناعي والمهن يلي صعب انه زكاء الصناعي يحل محلة اكيد لسه في امثلة تانية بس انا عم بذكر لكم شي نورد بالتقرير الى الامام سريعا اه الفين وثلاثين مستقبل عمل واماكن العمل اه وبتمنى تكونوا استفدتوا من هالافكار هاي والاضاءات يلي انا يعني اعطيتكن اياها اليوم ان شاء الله مستمرين مع المزيد من الفائدة والمزيد من الافكار حديثة جدا والمعاصرة شكرا للمشاهدة ومشاهدة